السلام عليكم سوف أكثر خطبة في التاريخ أكثر خطبة في التاريخ حصلت في تونس وتحديداً كان فيه رئيس كان اسمه الحبيب بورجيبة بورجيبة قال لهم في مرة من المرات ان سيام رمضان مش مفروض والعايز يفطر يفطر ووصل به الأمر انه حرم الحجاب واصدر منشور رسمي بيمنعه ولكن في الوقت ده كان فيه شيخ اسمه الطاهر ابن عشور طاهر ابن عشور طلع على المنبر وخطب الناس في خطبتين صغيرتين وأول حاجة قال لهم نساء من في الأسواق يعني الستات اللي نشوفهم في السوق دول نساء مين وذلك بعدها حمد الله وأثنى عليه ثم جلس في الخطبة الثانية قام وقال لا خير في صلاتكم ونساءكم عرايا أقيم الصلاة يعني يقول لهم إذا كنت بتصلي فمن الأولى أن تصون أهل بيتك أو أن تصون محارمك عن الغرباء طبعا بورجيبة كان من الرؤساء اللي حاولوا تغريب المجتمع التونسي بشكل كبير جدا لدرجة أنه خرج على الناس في شهر رمضان يمسك بالعصى وفي يد يكوب عصير وأمر الطاهر ابن عشور أن يفطي الناس بأن يفطروا في شهر رمضان ولكن الطاهر ابن عشور خرج إلى الناس وقال لهم أن الصيام رمضاني واجب بنص القرآن الكريم لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وطبعا ده كان شيء من الصراع بين الحبيب بورجيبة وبين الطاهر ابن عشور رحمه الله لدرجة أنه يروى عن الطاهر ابن عشور أنه قال صدق الله وكذب بورجيبة وبعدها لم يجرؤ أبدا بورجيبة على أن يقول للناس أن يفطروا في نهار رمضان دي كانت قصة أقصر خطبة في تاريخ المسلمين ولم يدرك حتى الآن خطبة أقصر منها لا خير في صلاتكم ونساؤكم عرائه وبالتالي اللي احنا شايفينه على التيك توك دلوقتي من أن معظم الناس بتتبارى على أساس مين تبين جسمها أو مين تكشف عن مفاتنها هذا ليس من الدين في شيء بل بالعكس أن صاحبة الحساب أو صاحبة هذه الفيديوهات تأخذ السيئات والآثام حتى بعد مماتها ويكون ذلك يجري عليها ربما إلى قيام الساعة فدي فرصة لو أنت بتعملي كده أو لو أنت بتعاود أنك تشوف الحاجات دي حاول أنك تغير وحاول أنك تشوف حاجات تستفيد منها وأنت تتعلم منها شيئا مفيدا شكرا لكم ومع السلام شكرا لكم شكرا لكم